الامة تيك تيك يا حكومة تيك تيك القضية المهمة اليوم للمواطنين والمطلوب ان نخلص منها هي القضية الاسكانية ولا نسيت والقضية الاسكانية زالت هذه القضية لم تضع لها الحلول النهائية وهي قضية مهمة جدا يتطلب من الحكومة الآن التتعاقد بشكل فوري مع الشركات الكبرى لبناء البنية التحتية للمناطق الجديدة على اعلى مستوى يتم توزيعها للمواطنين يجب ان يشارك القطاع الخاص في وضع الحلول النهائية للقضية الاسكانية المنسية لقد وصلت اليوم وصلت الاسعار اليوم لذروتها اسعار لا يمكن لأي عائلة متوسطة الدخل اليوم ان تشتري حتى ياخر لياخر حتى صار غالي وانا استغرب الدولة تأجر الشالهات والبعض بيعونها بالملايين وهي املاك دولة الدولة تأجر قسائم صناعية وخدمية وحرفية وتنباع بالملايين مزارع تنباع بالالاف وكلها املاك دولة والتجار هم المستفيدين وهم من والحاشة يستفيدون والكل يستفيدون والتجار هم المستفيدين يبيعونها بالملايين والقضية الاسكانية مش مهمة عند البعض مهمة بس عند التجار اللا يتم حلها وتبقى كما هي حتى تبقى الاسعار مرتفعة وحتى يؤجر المواطنين البيوت من بعض التجار العقار بالالاف اليوم الشقف جنوب السر وصلت الالب دينار دون ان تضع الدولة الحلول لانقاذ المواطن للأسف معالي الوزير يا كنت تسمعني يا معالي الوزير ولا غنيها لك يا معالي الوزير كنا نتمنى منك ان تضع الحلول النهائية فهذا القضية الاسكانية تغرق في بحر الهموم وتكبر والوزير عاجز عن وضع الحلول انا اسأل نواب مجلس الأمة اسأل السيد رئيس مجلس الأمة ما وعدت بوضع الحلول يا رئيس مجلس الأمة لماذا لا يحاسب الوزير يجب ان تكون هناك مصارحة ومكاشفة عن السبب الرئيسي في عدم التعاقد مع شركات كبرى في الخارج في بناء البنية التحتية وانتهاء من القضية الاسكانية التي اصبحت هي المشكلة الأولى في الكويت دولة تملك المليارات وعوائد النفط بلغت هذه السنة 19 مليار دينار ومش قادرين الحل قضية وحدة صدقوني واسمحولي اني اقولها الكلمة خيبة ما بعدها خيبة ادعو الله ان يحفظ الكويت والله يصلح الحال خذا كان في الاصل عزاء المشاهدين